راح يشرح بالردياشن راح ن Lorre mobility نحك수� باللناسبة لل papient وبالنسبة لل operator هو يبدأ بالpatient protection أوكي يعني في ثلاث مهم في varieties protection before exposure, to x rays, during exposure و after exposure. يعني بعدما بازل قم ل hypothelet احمل patient before exposure و during exposure and after exposure طيب اب ان احمل patient before exposure اوكي فيه شغلتين مهمين اول شيء اول شيء before exposure عند البان it is the most important aspect of patient protection before exposure اذا راح تشوف ليش فيه شغلتين مهمين اللي هم proper image prescription and proper equipment to use يعني انا اصلا اذا الpatient مش محتاج x-ray وما بعمل له x-ray هيه بكون اصلا انا حميت له من من ال x-rays اصلا يعني لما انا اطلب ال x-rays بس عند الحاجة او radiographs اللي اطلبها بس عند اللزوم اوكي مش يعني مش routine يعني radiographs should not be done routine للpatient بس عند الحاجة اذا proper image prescription وشغل التاني proper equipment to use يعني ما استخدم زي ما راح نشوف كيف بقدر احمي الpatient before exposure طبعا طيب ببالح بالappropriate prescription حكي انا ويوز of proper equipment هدو راح تنتين بحمي الpatient before exposure طبعا طب ببالح بالappropriate prescription it is the first important step in limiting the amount of radiation exposure اوكي فهذا the first step اذا انا اصلا اطلب صورة او ما اطلب صورة للpatient هيك انا هاي اول خطوة مهمة باني to protect the patient from radiation the decision should be made only after examination طبعا فعلا examination should not include a predetermined number of images يعني اذا انا مش كل patient يعني خلط ان اي patient بيجي عندي روتين اللي اعمله عدد معين من الراديوغرافس الا بعد ما اعمل بعد ما اعمل الراديوغرافس بطلب الراديوغرافس بالضبط يعني على قد ما انا محتاج اوكي في عندي exception 1 لها القاعدة هاي اللي هي انه معدا في عندي صورة معينة اسمها bite wing هاي ممكن اني انا اطلبها روتين للا patients لانها بتكشف لي شغلات ما بتبين تمام هلأ ايش هي يعني هنشوفها بالتكنيك بس سريعا نحكي يعني بجيب أنا الفيلم هذا فيه هذا بسموه وينج. اوكي بحطه وباخد باخد للأبر واللور تيث مع بعض. اوكي. هلأ طبعا هذا الوينج هذا طبعا قديم هلأ بدل الوينج هذا صورة نستخدم فيلم هولدر فيه يعني نفس المبدأ بس فيلم هولدر اللي لونه احمر بكون. اوكي بستخدم من البايت وينج بس المبدأ نفسه. اوكي بالنهاية بتطلع عندي هاي الصورة. طبعا. هلأ شو الهدف من البايت وينج? الهدف من البايت وينج انها تكشف لي هذا البروكزيمال كيريز بسميه. البروكزيمال كيريز اللي بكون على الميزيلا والديستال سايد. هذا الكيريز بالذات اذا كان بالأيرلي ستيجز بكون اسيمتماتيك. وهذا الكيريز الوحيد اللي ما ببين بالكلينجي الوحيد. فاذا البيت وينجها it is justified يعني ممكن اني انا اعملها روتين لأي بيشنط بيجعيني فور examination. بس غير هيك اي راديوغراف تانية ما بصير يعني ما باخد اي راديوغراف تانية. انه يعني راح تفيدني كلينجي يعني بالدياجنوسيس او التريتمت. فاذا ordering radiographs must be tailored to the individual needs of the patient and should be requested only if it will to provide valuable information not evident clinically. طبعا فاذا اذا كلينجي مش مبين عندي اشي بطلب يعني او الراديوغراف لاح تساعدني في انها تبين اللي اشي مش مبين كلينجي بطلب الراديوغراف. اذا كلينجي الدياجنوسيس واضح ما باخد راديوغراف. طيب كلين ملاحظتين مهمين. اول شيء. اني بايشنط افا هستوري اف راديوثارابي. يعني انا بلازم اسأل البايشنط اذا عنده هستوري اف راديوثارابي مش لازم اعرض ولا مش لازم اخده راديوغرافز خلال اول ستة اشهر بعد الراديوثارابي عشان ما اعرض ولا دوز اشياء زيادة. طبعا فاذا بايشنط شد بي كوستشويتز او هستوري افراديوثارابي او رادياشن افراديوثارابي افراديوثارابي اوكي. هلا هاي اول شغلة شغلة تانية. اوكي عشان ما اعرض الفيتس للرادياشن. يعني اول ثلاثة اشهر. بفضل انا ما اعرض الفيتس للرادياشن عشان ما اصير في عنده تشوهة يعني او تشوهات. طيب انا هل بصور ولا ما بصور? وكيف عندي يعني شوية رولز ما بستعمل هلا ممكن يعني انا بصور بس بحالات معينة وبطريقة معينة اول شيء بدنا نعرف انه الفيتس is most ليش? لانه هاي مرحلة الورغانوجينيسس يعني مرحلة اللي بتكون فيها الورغانز والفيتس بكون very susceptible للرادياشن. ممكن سير في عندي يعني ديفكت او او اتعرض لرادياشن. فانا يفضل اصلا يعني دوريك بريغنانسي ما اعرض ما اعرض البيشنط لاي رادياشن او الفيتس. طب اذا عندي امرجنسي. يعني اذا انا بطر اخد ال راديغراف. اول شيءisk دوريك بريغ Sasan دورية رادياشي tem Mauritim certification the patient should be reassured that the doze is minimal and the risk for the haft is negligible. اوكي? ودائما بحاول استخدم داجئا الامجينج مش الافلام العادية. اوكي? Talking did residential بياخد دوز كتير اقل. ولاستعمل اسنتخدم Malapan. كمان شورر راح نشوف ایش هو ورد ابرون. يعني لد ابرون يعني covered يعني فيه لد فيه رصاص بغطي البيتس بغطي الفيتس وبيحمي من الرادياشن فهذا لازم استخدم يعني يفضل استخدم ديجيتال اميجين عشان فيه دوز الرادياشن أقل وبغطي البيتس بالليد أبرون اللي كمان شوية راح نحكي عنه وكي طبعا يفضل اي دينتل بروسيدر بشكل عام يكون دينتل بروسيدر بشكل عام تكون احسن بالشهر يعني الشهر الرابع والخامس والسادس ولازم ابعد عن يعني لازم احاول ما اخد بهاي الفترة تحديدا فهذا هو الليد أبرون هذا اللون بالاخضر هذا بكون فيه يعني شيت اوف ليد بتغطي البيتس وبتحميل الورغنز الرئيسي يعني من الرادياشن طيب جدا هيكا من نسبة للبريسكربشن هلا نحكي عال طبعا هاد لحكي بعد اكسبوجير رسا عام نحكي احنا راح نحكي عال وراح نحكي عال فإذن إذا بستخدم كل ميتر اللي بيقلل دوز الأشعة إذا بستخدم PID بيقلل دوز الأشعة وإذا بستخدم فلترز فإذن هاي شغلات بتقلل أو بتقلل دوز الأشعة اللي بيتعرض للبيشن طيب مش يبلش بالفلتريشن إيش هو الفلتريشن؟ يعني حكينا عنه شوية من قبل بدنا نعيد سريعا هو هاد بسميه إيش فلتريشن؟ طيب كيف بعمل فلتريشن؟ إحنا حكينا عنه بمحاضرات قبل حكينا عن اللي هم بس هلا راح نحكي بشكل عام على الفلتريشن راح في عندي تو تايبس فلتريشن جوبة لتيوب هد إيش بسميه إيش بسميه إيش بسميه أدت فلتريشن؟ والتنين مع بعض دور بسميهم طيب بلاش بالإيش؟ إيش هو الإنهيران فلتريشن؟ الإنهيران فلتريشن يعني لما يعملولي فلتريشن للإكسرائز فإن في عندي أنا ثري كمبوننس مهمين بعملولي فلتريشن للإكسرائز يعني هاي الإكسرائز بده تطلع من طلعت من التيوب هد أول إيش راح تمر بالإيش؟ بالإيش؟ راح أعمل لي شوية فلتريشن؟ بعدين راح تمر من الإنسولياتين أويل برضو راح أعمل لي شوية فلتريشن؟ بعدين راح تمر بالتيوب هد سيل؟ أوكي هدوار الثلاثة بسميهم إنهيران فلتريشن؟ يعني لأنهم موجودين يعني هم موجودين بالـ يعني وبعملولي شوية فلتريشن الفلتريشن هاد يعني الفلتريشن بعملوه بساوي أو بعادل زي كأني أنا حاطط ألمون فلتر سومكو 0.521 مليمتر أوكي هدو لسا طبعا ما حطات الألمونة بس يعني هو يعادل أو يساوي هدو الكمية من الفلتريشن يعني إنهيرت فلتريشن الحالة ما بكفي يعني لسا في عندي أنا لونج ويب شو لونج ويب شو لونج ويب شو فاشبق وزي ما حكنا إنهيرت فلتريشن ما بكفي عشان عملها فلتريشن فلازم أعمل إشيء اسمه يعني لازم أعمل إشيء اسمه آدد فلتريشن إيش والآدد فلتريشن اللي هم الألومان فلتر اللي بنضيفهم إحنا تمام فهدا هاي التيوب هيد حكينا أول شي يعني إذا تطلع من هون رح تمر بالجلاس ويندو والإنسلويتينج أوهيل والتيوب هيد سيل هدول التلاتة إش بعملولي حكينا ما عملولي الإشيء اسمه إنهيرت فلتريشن يعني رح يعملولي شوية فلتريشن على الفلتريشن هذا يعادل يعادل يعني هدول كل واحد دلو سماكة مختلفة الإنترنت فلتريشن بتعادل الفلتر اللي تسمكه 0.5 مليميتر أو إلى 1 مليميتر تمام هلأ 0.5 مليميتر هدولة فلتريشن ما بكفي أنا بدي بدي فلتريشن زيادة فبعمل إشيء اسمه فبجيب هدولة وضيفهم هنا بحطهم بحط عدد معين من حسب الأكسراي ماشين تبعتي عشان أعمل فلتريشن زيادة فهدو بسميهم أدت فلتريشن لما بجيب الألمونة فلترز هدولة بصير أضيفهم هون حسب الحاجة طبعا أوكي هلا رح نشوف كيف بالضبط نضيفهم طيب بس سريعا نتذكر الألمونة فلترز هدولة يعني هدول هاي ينرجي بيم زيادة هدول لغ ينرجي فوتونز عفوا فإذرا عنده هاي ينرجي فوتونز ولاك انرجي فوتونز الهاي ينرجي طبعا بكون شورت وإنرج وإنرجي بكون لونغ ويف لينكث الالمونة فلترز أو حتى الانهيرام بشكل عام يعني ايش بعمل ما بيخلي الهاي ينرجي فوتونز يطلعوا بس بيخلي هاي ينرجي فوتونز تطلع فبطلع عندي بيم يعني يعني الفوتونز اللي فيها كل اياتهم لأنهم هاي انرجي فthey penetrate the tissues very well طبعا فإذن حكينا عن انهارت فلتريشن نجد الادد فلتريشن اللي هو النوع التاني اللي هو between the kilometer and the tube head seal فإذن بين الكلمتر بين the tube head seal بضيف أنا زي ما شفنا بالصورة بضيف اللي هم الادد فلتريشن أو اللي هم الالومينوم ديسك السبعوني They are added in 0.5 mm increments and they filter long wave length low energy photons These waves are harmful or these photons are harmful to the patient and not useful in diagnostic imaging تمام وزي ما حكينا فلتريشن results in higher energy more penetrating beam تمام فإذا حكينا شو الفنكشن أو شو الادفانت أو شو الهدف يعني من أني عمل فلتريشن لأنه بيطلع لي higher energy and more penetrating من يعني لأنني أنا بشيل الفوتونز اللي هم low energy فبطلع عندي بس الفوتونز اللي high energy اللي بعتهم high and they penetrate very well بطلع عندي higher energy more penetrating beam طيب هلأ الإنهارت فلتريشن والآدد فلتريشن مع بعض بعملولي إشي اسمه total filtration طب إيش بهمني total filtration؟ بهمني لأنه في عندي regulations معين أنا تمام؟ فإذا هو عمار عن إهارت فلتريشن زائد additional filtration طب إيش بهمني total filtration لأنه guidelines بتحكيلي أنه إذا أنا بستخدم جهاز KVP أو الكيلو فولتج أقل من أو يساوي 70 كيلو فولت المينمم total filtration لازم يكون يعادل 1.5 مليميتر روبا لومينم total يعادل يعني الانهارت فلتريشن زائد additional filtration لازم يكون at least 1.5 مليميتر هذا لما أستخدم أنا 70 كيلو فولت تمام؟ فإذا كان عندي الانهارت فلتريشن مثلا يعادل 1 مليميتر أو الومينم ديسك لازم أضيف له الومينم ديسك سمكه قديش 0.5 مليميتر عشان أطلع عندي total 1.5 طب إذا بستخدم KVP أعلى أعلى من 70 كيلو فولت المينمم total فلتريشن لازم يكون 2.5 مليميتر فإذا بهاي الحالة إذا عندي أنا inherent filtration مثلا 1 مليميتر بدي أنا additional filtration بقيمة 1.5 مليميتر عشان أوصل إلى 2.5 مليميتر هذا إذا بستخدم KVP أعلى من 70 كيلو فولت أوكي فهي فكرة total filtration يعني خلنشوف هذا الأكزامبل مثلا مثلا بستخدمنا جهاز KVP تبا فيه 80 كيلو فولت والانهارت filtration مثلا فيه 1 مليميتر أو يعادل 1 مليميتر هذا الانهارت فلتريشن وهما حكينا glass window والأويل والتيوب هات سيل طيب إذا لأنه أنا عندي 80 كيلو فولت 80 أعلى من يعني أي شيء أعلى من 70 كيلو فولت لازم total filtration يكون 2.5 مليميتر فإذا قديش أنا بدي additional filtration إذا عندي انهارت فلتريشن 1 مليميتر وبيدي total طبع يكون 2.5 قديش additional filtration بدي كمان فإذا 1.5 مليميتر وفي aluminum filtration عشان أوصل 2.5 مليميتر فإذا بجيب بجيب هذا الفلتر مثلا لسمكم 1.5 مليميتر أو بجيب 3 فلتر من اللسمكم 0.5 مليميتر أوكي بحطه هنا زي ما حكي يعني بالأوبنينج هنا بالأوبنينج الموجودة بالتوبهيد بحط الالومين filters عشان أوصل total filtration recommended أوكي طبعا هاي الشغلات بكون خاصة بالمانيوفاكتور يعني مش إحنا اللي منضيف الفيلتر وهي الشغلات بس لازم عشان نكون فاهمين الكونسيبت دقل ماليوفاكتور فإذا نكون هاي الكولوميتر فإذا مقابع عن لد بلايت with the hole in the middle that fits over the opening of the tube head of the tube head seal يعني هاي الـ tube head هاي الـ opening هاي الكلامتر كلامتر هذا طبعا الكلامتر والـ PID وما بيجو مع بعض بيجو وان بركب بركب على الـ opening هاي اوكي بس إذا بدأشوف الكلامتر لحاله هو عبارة عن LED plate with the hole inside in the middle شو وظيفتها it restricts the size and the shape of the beam and reduces the exposure to the patient اللي عندي شكلين أساسيات أنا عندي الـ round kilometer فعندي rectangular kilometer زي ما شايفين رح نشوف كيف هالأفضل أني أستخدم الـ rectangular kilometer دايما عشان بيقل الـ exposure أكتر من الـ round kilometer تمام في عضل هاي الـ زي ما حكينا هاي الكلامتر بيجو ها المكانه اوكي اللي بيركب على الـ opening هاي ايش بضيفتها هاي الـ X-ray beam اللي بتطلع بصير فيها الـ kilometer لاحظ كيف بيقلل الـ divergence هذا كتير يعني تخيل الـ patient يتعرض لكل هذا exposure وإذا ما يتعرض لكل exposure هذا لا أنا بس معرضه لكمية بس اللي أنا محتاجها يعني عشان أخذ الأشياء الصورة تمام فإذا rectangular kilometer and PID are better than the round تمام فإن دائما أفضل أني أستخدم أو أجيب تيوب هدفي rectangular kilometer and PID because it reduces the exposure by 60 to 70% compared to the round kilometer فهذا الرectangular kilometer بقلل exposure by 60 to 70% أوكي خلينا نشوف هذا الفيديو اللي بيفرجونا بالضبط يعني بيقارن الـ round kilometer والrectangular kilometer and PID متأستخدم هنا round kilometer and PID أوكي لأخذ كيف هاي الفيلم بس في عندي exposure عالي لتشوز لأن تشوز بعد أتعرض لأشعة unnecessarily أوكي بس لما أستخدم rectangular kilometer و PID لأخذ كيف X-ray بس يعني بتكون بس على يد الفيلم فأنا دائما أفضل أني أستخدم rectangular PID and kilometer and PID أوكي فأفرض أني عندي جهاز أصلا فيه round kilometer و PID ما فدعي أروح أشتري واحد أشتري تيوب هاي الجديد لا أنا بقدر إيش عمل يعني زي هذا الجهاز بيسمو true align I need piece of equipment يعني بقدر أجيب round kilometer يعني عندي already round kilometer and PID بقدر أجيب piece of equipment أركبها من برة أوكي فبتعملي نفس نفس الفنكشن يعني بإذن هاي piece وفي يعني في piece زيها يعني أشياء زيها كثير إذا أنا عندي أصلا يعني 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 بشتري تيوب هيد فيه rectangular kilometer and PID أو إذا عندي already round kilometer PID بجيب piece هاي أو إشي زيها بركبها من برة بتعملي نفس الفنكشن يعني الفكرة بالنهاية إنه يطلع عندي البيم شكلها rectangular وحجمها صغير بس على قد الفيلم كان أقل لل exposure to the patient أوكي زي هاي القطعة مثلا بتشبه الإشي اللي شفنا هاي بتركب على PID من برة بس من النهاية بتعملي نفس الفنكشن يعني to a rectangular shape ترميف إذن عندي rectangular kilometer and PID عندي round kilometer and PID أنو الأفضل طبعا دائما الأفضل أستخدم the rectangular مش around عشان to reduce the exposure to the patient وذلك ما حكينا إذا ما عندي إذا الجهاز أصلا مش شكله زي هيك أو ما في kilometer زي هيك ممكن أستخدم piece of equipment زي اللي شفناها زي true align بسموه اللي piece of equipment الخضرة هاي اللي شفناها ممكن أركبها هنا من برة وتعمللي نفس الفنكشن أوكي الصورة بتوضح لنا طبعا شو الفرق هاي around PID and kilometer وهاي rectangular لاحظوا access radiation يعني هاي الفيلم هاي حجم الفيلم هذا كل ياته access radiation patient بتعرض له بدون داعي فلما أستخدم rectangular kilometer و PID كل يعني بخلله كتير أنا بصير بس معرض بس الفيلم يا دوب للأشعة وباختصر كل unnecessary exposure طبعا إذا أنا if around kilometer is to be used يعني إذا أنا ما عندي option أني أستخدم rectangular kilometer منطر أستخدم round kilometer and PID كيف يعني يعني إذا أنا ولا بد مطر أستخدم يعني ما عندي rectangular kilometer لازم أستخدم round kilometer بس ال diameter هون عند لما البيم تطلع من ال PID لازم تكون يعني لازم حجم الكليمتر هذا خلي البيم لما تطلع من ال PID يكون ال diameter ماكسيمم 7 cm أو 2.75 إذا أنا بدأ أستخدم ال round أكبر من هيك بيكون patient عم بتعرض يعني excessive amount of radiation unnecessarily طبعا إذا بدأ أستخدم round kilometer و PID إذا بدأ أستخدم round kilometer the maximum diameter of the beam at the exit of the PID لازم تكون 7 cm أو أش أش بعمل أو باستخدم rectangular kilometer أوكي بس هذه الحكية طبعا ما عندي أنا rectangular kilometer بس لازم يعني I should follow this rule ين طيب خلصنا الكوليميتر يوجد position indicating device أو اللي هو بسم cone فإذن it's an extension of the tube head and it is used to direct the x-ray beam أوكي ليه هذا الغطع اللي هنا سميها PID هلأ زمان كانوا يستخدموا closed ended plastic cone يعني الكون الجديد هذا زي ما حكينا من قبل هذا بكون leaded و aligned with lead أوكي عشان يعمل further restriction لل x-ray beam زمان كانوا استخدموا هذا pointed closed ended و plastic cone فما كان يعمل لي يعني كان يعمل ما كان يعمل restriction لل beam كان برضو كان يكون عندي excessive exposure of the patient to the x-rays عشان هيك لازم استخدم open ended lead lined PID open ended lead lined PID زي هذا open ended مش closed ended و بكون lead lined PID طبعا بالوقت الحالي كل tube heads فيها هذا النوع من PID طبعا بيجيه بشكلين رئيسيات rectangular round زي ما حكينا rectangular استخدم أفضل وفي عندي two standard lengths في عندي 8 inches 16 inches وزي ما حكينا برضو على التأكيد حكيناها من قبل بس عشان نأكد دائما اللونجر PID reduces the divergence of the beam and reduces unnecessary exposure فإذا عندي طولين standard لهم 8 inches وال 16 inches يعني أفضل أني أستخدم اللونجر PID لأنه بيقل لاحظوا كيف بيقل the divergence of the beam and it reduces the unnecessary exposure to the patient طبعا فإذا بدأ أستخدم PID أستخدم round ولا rectangular أفضل دائما أستخدم rectangular أفضل طبعا مع rectangular kilometer وبالنسبة للطول دائما من ناحية exposure أفضل أني أستخدم PID الأطول اللي هو 16 inches عشان reduces the divergence of the beam reduces exposure of the patient فإذا rectangular long الدولة الأفضل من short round من ناحية PID طبعا هاي خلصنا إحنا patient protection before exposure فإذا عملنا proper prescription واستخدمنا proper equipment اللي حكي عن proper filtration واستخدمنا الكوليمتر المناسب باستخدمنا PID المناسب هيك أنا مكون قللت exposure to the patient before يعني أو حميت الpatient before exposure طب هلا نشوف during exposure كيف بقدر أحمي الpatient رح نحكي عن أكتر منشغل نحن نحكي عن أشي عن led apron and thyroid color نحكي عن type of receptors اللي باستخدمه film holding devices exposure factor selection and the proper technique تمام هدول الخمس أشياء بيحمول الpatient during exposure قلينا بلش بال lead apron with thyroid color طيب بلش بال lead apron thyroid color ايش هو thyroid color اذا shield dropped around the neck to protect the thyroid gland blood اذا هذا هو thyroid color يجي مع ال lead apron او ممكن ان يجي as a separate piece لحاله فذا بهذا الشكل بغطي ال patient اوكي بغطي ال neck اذا احتج طبعا طب هلا انا بستخدم ال routine lead apron اوكي no need to use it routinely بس mainly it has to be used by pregnant patients and pediatric patients او ال patient still growing بكونوا sensitive اكتر لل radiation فلهم لازم استخدم lead apron او pregnant women لازم استخدم lead apron طب يوم بستخدم thyroid color thyroid color is used when the thyroid is يعني برضو ما في داع استخدم ها routinely بستخدم لما يكون thyroid gland is in the way of the primary beam اوكي مين لي لما اخذ صورة اسمها maxillary occlusal radiograph في عندي صورة اسمها maxillary occlusal radiograph اوكي بستخدم بسمي occlusal film لاحظوا فيلم قديش حجم كبير انا بصور لي كل الماكزيلا كاملة هاي الصور بسميها maxillary occlusal radiograph والبيم لاحظوا كيف بتكون يعني thyroid gland على طول فهون انا بستخدم هون اجباري استخدم thyroid collar او thyroid shield يعني مهم يعني هذا اسمه thyroid shield او thyroid collar عمهم ان احمي thyroid gland لما اخذ هاي الصورة طبعا thyroid collar should not be used with extra all radiograph زي panorama ليش لانا بتعمل distortion لل image لاحظوا كيف طلع صورة هاي حطينا اللي حطينا thyroid collar بي بصورة او خرب يعني يخرى بصورة thyroid collar فإذا انا مش لازم استخدم thyroid collar مع extra all radiograph يعني بعمل distortion لل image طيب هلا lead apron و thyroid collar لازم يكون فيهم lead بيسم 0.25 mm of lead عشان يعمل ل protection it must be provided to any person supporting the patient to be radiographed يعني اذا عندي مثلا اصور pediatric patient ال parent طبعا لازم يكون معاه هو عم ياخد الصورة لازم احمل patient وال parent كبه يعني التنين اللازم يلبسو ايش lead apron lead apron must be stored without folding avoid any cracks يعني دايما لازم يكون معلق بشكل vertical عشان مش لازم ينطوى لان الطوية بيعمل cracks بال lead وممكن يصير في عندي leakage وبس بي طبعا expected annually for any damage there is damage should be replaced طبعا بعد بالنسبة لل lead apron والthyroid colon طبعا يعني عم نحكي على patient protection نحن during exposure طبعا نجي يعني ال image receptors كيف انا بحمل patient by using the proper receptor اوكي اول اشي احسن اشي استخدم digital sensor digital sensor is the most effective method to reduce patient exposure يعني بصير في عندي reduction يعني من 50 to 90% exposure reduction تمام فاذا دائما افضل انه انا استخدم digital sensor يعني بتقللي exposure to radiation by 50 to 90% من الفيلم العادي هلا اذا ما عندي digital انا استخدم analog films انا في عندي اكتر من نوع من analog films اوكي في اشي بسمي d speed e speed f speed اوكي اذا شايفين هون مكتوب speed d اوكي speed معناها انه يعني f speed هو بده اقل كمية radiation يعني بده radiation اقل من e speed و e speed بده اقل radiation من d speed اقل 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 واحد فيهم الثلاثة هدول هو d speed والهو احنا مش لازم نستخدم لانه بده اعلى كمية radiation d speed بيجي احسن منه شوية e speed وافضل اشي استخدم اشي اسم f speed لانه هذا بده the least dose of radiation فاذا e speed بده 60% less exposure than the d speed والf speed بده يعني بيحتاج بس 20% less exposure than the e speed and 60% less than the d speed فاذا f f طبعا f من fast فاذا f speed هو الفيلم اللي انا لازم استخدمه اذا اذا ما عندي طبعا digital sensor بستخدم f speed الفيلم مش d speed لانه هاد الفيلم بده دوز عالي f speed بده دوز اقل افضل بديل هو f speed film فاذا عندي يعني بين digital وال analog film هدول بسميهم analog film بسميهم ايش بختار بختار digital وبين اه يعني اذا عندي زي ما حكي انا في عندي d speed وفي عندي هون f speed film او سبيد f d speed مين بختار بختار f speed مش d يعني افضل من d e لانه بده كمية exposure اقل من d film و e speed و e تم فاذا هيك اللي بكون حمية ال patient باندي بختار الفيلم اللي بده اقل during exposure exposure اوكي الاشغلة التالية اللي كان احمل فيها patient during exposure is to use film holding devices and beam alignment devices ايش يعني film holder او beam aligner اوكي هذا الجهاز هذا يعني بسمي film holder بسمو film or receptor holder بسمو receptor holder اوكي فضلا it helps stabilize the receptor اللي هو هذا stabilize in the mouth and reduces the chance of movement during exposure and it reduces the need for retakes طبعا reduces the need for retakes يعني طبعا هدا رح نحك عنه بالتفصيل كبان شوي بس في عندي هدا بسمي bite block هدا اللي ماسك ال receptor وهدا بسمي اللي هو alignment ring بسمو اللي بيوجه يعني بباجا بمسك ال بحطه على الرنج هنا يعني بطلع يعني high quality و ال بطلع ال need for retakes طبعا بكون يعني الفيلم بكون stable جو الماث فهنا يعني بدل ما اضل بدل ما يكون اذا ما عندي الرنج هاي انا رح يعني رح اصير اقدر وين لازم احط ال بس الرنج هاي بتخلي ال x-ray يوصل على الفيلم directly يعني بدون بدون ما اتحذر يعني اوكي يعني ما بطلع عندي صورة مثلا مقطوشة فلازم اعيدها او صورة low quality فلازم اعيدها لا خلص باخد صورة وحدة high quality good position وخلص فهي اول advantage advantage تاني no need to stabilize the film using the patient's finger او the operator's finger وكي زمن راح نشوف هذا الحق يعني انا مش لازم اخلي patient زمان كان اخلي patient يحط وصبع ويمسك الفيلم lower mouth بس بها الحال عم بتعرض ل radiation unnecessary radiation فهذا تلغي هاي the finger to stabilize the film طيب خلينا نشوف كيف نستخدمه طيب في عندي هاي القطع اللي بسمينا البايت بلوك وهذا بسميها aiming ring وفي عندي هذا المتر اللي يعني بشبكهم مع بعض اوكي طبعا فيه طريقة معينة لل assembly راح نرح تشوفوها بال clinic يعني كيف بعمله assembly طبعا فهلا هاي بايت بلوك وهذا المتر ال اللي بجيب هاي aiming ring وبحطها بهذا الشكل اوكي هلا باجي بحط الفيلم على البايت بلوك هون مثبت باتو شكل هيك بكون عملت assembly لل film holder اوكي هلا بدي اجي احطه بال patient's mouth اوكي لاحظة كيف يعني بحط الفيلم بخلي البيشنط يعد على ويعمل البيشنط بدون ما استخدم البيشنط او البيشنط او بعد ما اثبت هذا بجيب البي اي دي بحطه على على الرينج وهيك يعني الرينج خلص بتعملي لالاشيعة بالضبط على الفيلم بدون ما انا مثلا اذا ما عندي الرينج هاي زي ما حكينا رح انا اصير يعني اتحزر يعني يعني لازم انا اقدر تقدير وين الفيلم موجود وين احط البي اي دي انا ما يعني بطلع عندي ما بطر اعيد الصورة اوكي طبعا فايدا فايدا فيلم هولدر ايش تبريتك 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 لانه اتبريتك يعني اتبريتك تبريتك و بتعطينا يعني يعني اي دي اي دي اميج والدايمينشن تمعتها مزبوطة فما في اضلني اعيد الصورة فبقر الاكسبوجر to the patient طيب هنه منيجي للا الاكسبوجر فاكتر سيلكشن اي شو من الاكسبوجر فاكتر حكينا عنهم من قبل هم الكيلو فاكتر والميلي امبير والاكسبوجر تايم فدو بسميهم اكسبوجر فاكتر الايدي الكيلو فاكتر او الكي بي لازم بكون between 60 to 80 كيلو فاكي وبس للتذكير اللي حكينا احنا بذكروا الKVP همين اللي بتحكملي بالcontrast of the image فهذا between 60 to 80 كيلو فيعطيني optimum يعني ها هي الرينج يعطيني optimum contrast الميلي امبير لازم كون ideally between 60 and 8 ميلي امبير او زي ما حكينا الميلي امبير بتحكملي بالdensity of the image the shortest exposure time possible to create a diagnostic image the shortest exposure time possible to create a diagnostic image وزي ما حكينا الexposure time برضو بتحكم بالdensity احنا الميلي امبير والtime مع بعض ايش بسميه ميلي امبير second او الماس والتنين هذول بتحكم بالdensity of the image واذا ذكروا زي ما حكينا اغلب الماشينز الجديدة بيكون KVP ثابت والم او الميلي امبير ثابت وانا بس بتحكم بالexposure time بس اذا انا بدي اغير الكيلو والميلي امبير لازم KVP يكون between 60 and 80 كيلو ميلي امبير between 6 and 8 ميلي امبير لازم استخدم the shortest exposure time possible to create a diagnostic image طبعا كيف احدد exposure time حسب الريسبتور اللي بستخدمه يعني اذا بستخدم مثلا digital receptor بدي وقت بدي exposure time كتير اقل من الفيلم العادي اذا بس اختم F speed film بدي exposure time اقل من D speed film مثلا optimal factors provide a good quality diagnostic image and avoid 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 the retakes again اوكي فهذا الهدف ايش الهدف اني اطلع بدي image high quality و diagnostic مفيدة diagnostic اللي مفيدة يعني to avoid retakes proper technique طبعا راح techniques يعني في اللي هم ايش اسمه paralleling technique في ايش اسمه bisecting angle technique في bite wing technique هدول كلهم راح نحكي عنهم بعدين بس بشكل عام knowledge and application of proper technique is crucial برضو to avoid retakes اوكي اوكي فأذن انا حقايني عن ثلاث شغلات له هم الفيلم holder يعطيني يعني بخليني to avoid retakes of the radiograph the proper technique the proper technique avoids retakes will use of the use of good exposure factors or optimal exposure factors برضو avoids retakes فأذن if I avoid retake فأنا هيك بكون حمية الباتي من extra exposure ما الهد عين طيب هدول how to protect the patient after exposure mainly by proper receptor handling and proper processing okay فأذن poor handling of the receptor and poor development of processing may result in artifacts that disrupt the image and necessitates retaking فأنا بعد ما أخذ الصورة مثلا لاحظوا هالصورة فيها scratches مثلا هون في عندي مثلا استخدمنا development أو processing solutions expired فأطلع برضو في عندي artifacts okay هون برضو proper handling لاحظوا هون في عندي fingerprint على الصورة عملتلي يعني خربتلي image فهدول الصور أنا مضطر أني أعيدهم ليش طبعا شو اللي تخلى هادا الحكي هو proper handling and proper processing طبعا هادا الحكي processing بالأفلام القديمة لأنه لازم تتحمض أوكي أو ينعملها processing أو development ما أسميها فإذن يعني this can be avoided by using digital sensors أو digital radiography لأنه أصلا ما بحتاج developing أصلا أوكي بس إذا بدي أعمل إذا عندي أفلام عادية بدي أعملها تحميد أو development I should be careful عشان أو أستخدم كمان الكيميكال طبعا أن يكونوا ما يكونوا expired to avoid these kind of accidents عشان ما أضطر أني أنا أعيد الصورة كيف بحمي بإستخدم بإستخدم اللعن الزخ لأنه إذا if إذا كان careless بال after exposure ممكن أن يعتبر عيد الصورة وبعرض إلى بإستخدم زيادة فإذا بقلل الـ اللي بتكون هارمفول ما بتكونش دايجنوستيكلي يوسفول بعمل لها فلتريشن الـ باستخدم ركتانجلر كوليميتر باقلل الـ واذا باستخدم ركتانجلر PID باستخدم ركتانجلر ولونج كمان لازم استخدم لونج PID الهو 16 إنشز باقلل الـ باستخدم الـ باستخدم 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 طبع أفضل إشي باستخدم الـ باستخدم الـ باستخدم باستخدم لأنها بتقلل بتعطينا باستخدم 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 طيب فإذاً في عندي شغلتين مهمين عشان أحمل نفسك Operator أول شيء باستخدم باستخدم بالنسبة للـ باستخدم باستخدم لازم يعني ينعمل دائما مينتنانس ومونيترينج للأيكوبمنت لازم يكون فيه مونيترينج للبرزونيل كمان أو للموظفين للموظفين أو للنيرسز لأي حدا بشتغل بالاراوند الريدياشن لازم يكون أعمالهم مونيترينج هل البرزونيل تبعي بتعرض لريدياشن الزيادة أو لا طيب نشوف الديستنس and position recommendations فإذن البرزوني يجب أن تترك المنزل or stand behind a wall or proper shield فإذن البيشن بيكون جوبة الغرفة فيه بابه بيتسكر والأوبريتر لازم يكون بره الغرفة أصلا أوكي أو إذا أنا مثلا ما عندي الـ option هذا بستخدم shield تمام إذا بقدرت أطلع من الغرفة بستخدم هذا shield shield هذا بيكون فيه LED حتى الجزاز هذا بيكون LED عشان يحمي الأوبريتر من الأكسراز فإذا بأخذ بمسك اللي هو exposure button هذا بوقف وراء الشيلد وبعمل exposure أوكي أو برضو الشيلد ممكن يكون بهذا الشكل هاي الـ radiographic equipment هنا لازم أكون أنا وراء الشيلد لازم أنا أوقف at least 6 feet أو 2 meters away from the path of the primary beam فإذا لازم أكون بعيد 6 feet أو 2 meters at least طبعا أوكي ومش بس لازم أكون بعيد لازم أكون واقف بزاوية مع الـ primary beam الزاوية هاي تسعين إلى 135 درجة يعني بهاي المنطقة هون فلازم أكون بعيد عن الـ pathway of the primary beam at least 2 meters يعني between 90 and 135 degrees فهذا الـ operator will stand at least 6 feet أو 2 meters away from the x-ray source أو الـ primary beam أوكي طبعا طبعا ليش يعني من وين جبنا المترين هذولا إذا بنتذكروا حكينا عن inverse square low يعني كل أنا كل ما أنا بععدت عن الـ beam كل ما قلت الـ intensity of the beam فإذا لما أبعد 2 meters بكون أنا هاك حميات حالي من الـ harmful effects of radiation 90 to 135 degrees angle from the primary beam حلا if the recommended distance is not possible يعني إذا أنا بشتغل بـ space كتير صغير ما بقدر أبعد 2 meters عن الـ primary beam هون أنا لازم أستخدم shield أو barrier لازم أستخدم shield أو barrier never use the finger to hold the film and never stabilize the tube head with the hands حلا زمان هنا هنا كما أحكينا هذا كمان advantage لـ film holders زمان ما كان في عندي film holders فكان patient يمسك الفيلم بأصبعه أوكي هلأ بالوقت الحالي هذا this is wrong this is not recommended لأنه في عندي film holders يعني I should use the film holder ودفنة لي مش لازم operator يثبت الفيلم بأصبعه أوكي ولا ولا يعني أنا كoperator مش لازم أمسك الفيلم بأصبعي ولا أمسك الـ tube head أثبته ودعوني طبعا منحكي during exposure أوكي لأنه لازم أنا أثبت الشغلات هاي كلياتها using the film holder and the alignment ring وإنه لازم يعني أيديا له لازم أطلع من الغرفة أو أكون واقف behind a barrier or a shield thick construction materials may make adequate barrier أوكي يعني إذا عندي مثلا during construction للكلينيك مثلا غرفة الأشعة انبنت بأنه خلاص فيها فيها سماكة كومكريت معينة يعني أسمك من الـ walls الثانيين بس الكونكريت هذا ممكن أنه يحمي من الـ radiation يعني مش ضروري أستخدم LED أنا ممكن أستخدم construction materials بس بسماكة معينة اللي هي تحميني من radiation أوكي وأكي يعني هذا الشباك اللي هون هذا بيكون LED glass عشان يعني أقدر أشوف الـ patient نفس الوقت ما أتعرض الـ radiation أو هذا نفس الإشي الـ window هذا طيب and a barrier وهو شغلة اللي هي shielding والـ distance guidelines أنا نيجل للـ monitoring بدي أعمل monitoring للـ equipment وللـ personnel طيب فإذن X-ray machines must be monitored for leakage radiation إش هي leakage radiation leakage radiation is any radiation except the primary beam that is emitted from the tube head فإضلا هاي tube head اللي primary beam أي شي تاني بتلعب زيادة على primary beam هاد بسمي leakage radiation هاد مش لازم يكون موجود الليكي radiation عشان tube head should be inspected routinely for any leakage أوكي من إيش بصير هدا leakage results from faulty or damaged equipment أوكي زي مثلا بصير في عندي damage لـ tube head seal بصير في عندي leakage فهذا leakage should be inspected and fixed يعني should be monitored يعني regularly طيب بالنسبة personal monitoring بس بستخدم إشي اسمه radiation monitoring badge أو بسموه film badge أو بسموه dosimeter إيش dosimeter هدا عبارة عن piece of radiographic film piece of radiographic film موجود جو بلاستيك carrier أو أنا plastic holder فأنا في عندي radiographic film أنا plastic holder بكون مكتوب فيه طبعا بكون عليه اسم الموظف أوكي طب شو وظيفته هذا dosimeter أو الشي it should be worn at waist level while exposing x-ray film أوكي and when removed must be stored in a radiation safe area يعني يعني شو وظيفته فإذن هذا الجهاز بسميه بسمي dosimeter أو بسمي film badge أو radiation monitoring badge فإذن هو عبارة piece of film أو radio sensitive material يعني مش مش فيلم عادي يعني إشي خصوصي عشان أنا أعمل monitoring لل radiation وبكون اسم الموظف يعني موجود هون أوكي عشان يعني هو خاص لكل الموظف بنلبس على waste line level duning exposure يعني هو operator عم بصور أو يعني بنلبس على waste level لفترة معين من الزمن بعدين بنفحص الباج هذا وبشوف أنا الشخص هذا قديش تعرض ل radiation بفترة مثلا خلال الشهر الماضي مثلا أوكي فهذا ويري monitoring device طب هلأ إجباري يعني هل لازم كل حدا يلبس هذا device لا هو it's not compulsory unless it's exceed one milisievert per year يعني إذا الpatient عم يتعرض لone milisievert per year إجباري أنه يعني أو إذا الموظف بيشتغل بمكان عم يتعرض ل at least one milisievert per year لازم يلبس المونيترين باج هاي هلأ إيش بعادل one milisievert per year بعادل 100 intraoral or 50 extra oral radiograph per week يعني إذا عندي أنا لود بالعيادم إني أنا باخد at least 100 intraoral radiograph أو at least 50 extra radiograph per week فإذا هو يعني أنا وال personel اللي بيشتغلوا معاي كل ياتنا لا لازم نلبس الدوسيم أو الفيلم undevaluated for the amount of exposure أوكي يعني هذا الباج بيبعث لجهة معينة أو لشركة معينة بيعملوهم بروسسينج وبحكي لي مثلا الشخص الفلان يتعرض لدوز عم يتعرض لدوز عالية مثلا لازم يقلل للإكس بوجر أو أنه مثلا الإكس بوجر ما في عندي إكسترا إكس بوجر فإذا هذا هو الهدف من من الدوسيم هذا أو الفيلم باج بسمي